وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله وسلم وبرك عليه وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيد أما بعد أفحيكم الله إلى المجلس الرابع من مجالس هذه الدورة المباركة دورة الفوائد العلمية السادسة وما زلنا معكم ومع الكليات الشرعية في الأبواب الفقهية وما زلنا في باب الطهارة ولعلكم تذكرون بأنني قلت باحتمال كبير بأننا لا نستطيع أن ندخل في كتاب والصلاة وذلك لكثرة الكليات في كتاب الطهارة في كتاب الطهارة فما زلنا مع الكليات الشرعية وأيضا أؤكد على أن ليس القصد هو حصر الكليات بقدر ما هو إثارة مثل هذا الموضوع بين طلاب العلم وطالبات العلم وحاولت أيضا فهم هذه الكليات وأيضا كيفية صياغة الكلية فيما لو إذا أراد شخص مثلا أن يجتهد في هذا الباب أو أن يجعل لنفسه من المهم جدا لطالب العلم أيضا أن يصنع لنفسه كليات ليس بالضرورة أن ينشرها للناس فلما يقرأ مثلا وفي باب معين ويستقرأ فيه ممكن يحصر المسائل في كلية ويجعلها لنفسه يعتصم بها لما يعني مثلا يدرس أو يعلم أو مثلا تعرض له مسألة يرجعها إلى هذه الكلية عموما مثل ما ذكرت لكم المسألة ليست إحاطة وإن شاء الله نحن أن يسر الله وكتب لنا حياة واستمرت هذه الدورات ستكون الدورات القادمة إن شاء الله كل دورة في باب من الأبواب الفقهية عندي مجموعة الآن طيبة لا بأس بها أيضا من الكليات الشرعية في الأبواب الفقهية كلية عندي كل ما إن طهور يجوز استعماله في كل شيء يجوز استعماله في كل شيء إذن كل ما طهور يجوز استعماله في كل شيء وهذا طبعا على القاعدة الأهرية استعماله في كل شيء في كل شيء يعني ماذا نقصد بكل شيء؟ نقصد بأنه هناك استعمال عبادي واستعمال عادي استعمال عبادي في أي شيء؟ في رفع الحدث طهار الصغراء والكبرى فالوضوء في الجنابة في الحيض والنفاس بالنسبة للمرأة طيب العادي استعماله في بقية الأشياء العادي سقي الأشجار غسل البيوت غسل السيارات يعني سقي رش البناء أي شيء أمور أمور عادية إذن هذه كلية مهمة ولذلك هذه تعتصم بها فالماء الطهور يستعمل في كل شيء لكن أحيانا لما نأتي إلى قاعدة المذهب عند الحنابلة نقول إلا ما خلت به المرأة لرفع حدث لرجل وذكرنا لكم ما يشترطون امرأة بالغة الماء يسير خلت به ولهم كلام في مسألة الخلوة هل يلزم منها أن تكون خلف باب؟ أو المناط الرؤية فقط المناط الرؤية حتى لو كانوا في محل واحد يعني خلت به خلوة نظر أو خلوة انفرات كلها كلام طويل لكن الراجع ماذا؟ دعلكم في المجالس السابق قد تذكرون بأننا قلنا بأن الراجع حتى لو كان خلت به لا يسلب الماء الطهورية في قاعدة أيضا أو كلية قال كل ماء طاهر لاحظوا طاهر نحن قلنا لكم بأن فقه بالنسبة للماء ينظرون إليه أو يقسمونه قسمة ثلاثية الجمهور وقلنا الراجع ما هو قسمة ثنائية قسمة ثنائية طاهر ونجس لكن نحن حيانا نجري على ما يذكر والفقه من القسمة الثلاثية لأن الفروع التي نتكلم فيها تضطرنا إلى القول بها وإن لم نكن قد يعني أو نميل إلى القول به كل ماء طاهر وليس طهور فيجوز استعماله في كل شيء سوى إزالة النجاسة ورفع الحدث هذا على المذهب هذا على المذهب وأيضا في قول آخر في المذهب وأنه يجوز إزالة النجاسة به يجوز إزالة النجاسة به ولا يجوز رفع الحدث به ولذلك كل ماء طاهر يستعمل في أي شيء يستعمل في الأكل في الشرب في السقي في الرش في الغسل غسل طبعا الأرض أو غسل الأشياء لكن في رفع الحدث اللي هو الوصف المعنوي أو إزالة النجس قالوا لا هذا قول قول الثاني قالوا بأنه لا يرفع به الحدث هذا قول الجمهور لكن في قول آخر قالوا يمكن أن يزال به النجس قالوا لأن النجاسة من باب التروك ولا يشترط حتى فيها النية ولذلك لو أزيلت بأي مائع سواء كان ماء أو غيره زالت النجاسة وهذا هو الراجح وهذا هو الراجح هذه على القسمة الثلاثية يعني أخشان بعض الطلاب يختلط لا على القسمة الثلاثية نحن إذا جينا القسمة الثلاثية نقول ماذا نقول الماء إما طهور وإما نجس يعني طاهر طاهر يعني طهور وإما وإما نجس طيب يستعمل مثل ما ذكرت لكم في أشياء وممكن أيضا تسقى به البهائم وهذا هو الذي يعني عليه عمل الناس عندي كلية أن كل مائع غير الماء كل مائع غير الماء لاحظوا عندنا الآن استثنين الماء كل مائع غير الماء فيجوز استعماله في كل شيء سوى إزالة النجس أو النجاسة ورفع الحدث هذا على المذهب مذهب الحنابل على المذهب وقيل بأنه يجوز إزالة النجاسة بالماء كما ذكرت في كلية الماء الطاهر قبل قليل ولذلك قالوا يجوز إزالة النجاسة بأي نوع من الأنواع التي هي من السوائل ولا يشترط أن يكون ماء إذن كل ماء يجوز استعماله في كل شيء سوى إزالة النجاسة ورفع الحدث هذا على المذهب هذه هذه الكلية لكن الكلية التي يمكن أن نصححها أو تكون أثرية نقول كل مائع غير كل مائع غير الماء يجوز استعماله في إزالة النجاسة لا في رفع الحدث لماذا؟ لأن رفع الحدث يشترط فيه الماء فإن لم يجد الماء انتقل إلى التيمم أما المائع الأشياء المائع الأخرى هذا لا يرفع بها الحدث ما يرفع الحدث بالشاي مثلا أو باللبن أو بالحبر الحبر طبعا صعب نضرب مثال نحن أو مثلا يرفع الحدث بماء الورد مثلا هذا اسمه ماء ورد أو زعفران مثلا وشيء من هذا القبيل عندنا كلية أخرى كل مائع غير الماء اشتبه بنجس فيحرم التحري لغير ضرورة وقيل يتحر يجب التحري هذا في المائع يعني مثل الدهن ومثل غير ذلك لماذا؟ قالوا لأن هذا ليس له تعلق برفع الحدث وإزال رفع الحدث يعني مترتب عليه صحة العبادة أو عدم صحة العبادة عندنا كلية أخرى أيضا كل ما مستقل له حكمه طهارة ونجاس تقلق في العبادة كل ما مستقل مستقل له حكمه من حيث الطهارة والنجاس ما لم يتصل أحدهما بالآخر اتصالا معتبرا اتصالا معتبرا واضح الكلية هذه أعيدها كل ما مستقل له حكمه طهارة ونجاس ما طهور مستقل إذن هو طهور ما نجس مستقل إذن هو نجس إلا إذا اتصل أحدهما بالآخر اتصال معتبر اتصال معتبر هنا تبحث المسألة الاستقلال استقلال الماء هنا وهنا مسألة سهلة لا تحتاج إلى يعني بحث البحث البحث أين يكون إذا إذا اتصل أحدهما بالآخر اتصال معتبر اتصال معتبر يعني فيه خلطة اختلط فهنا تبحث المسألة طيب الآن يوجد بعض عيون الماء منبع الماء مثلا منبع طاهر وصافي لكن نهاية النبع نجس لكون يختلط بماء نجس فكان الماء النجس أغلب كان الماء النجس أغلب فالحكم لمن الحكم يكون على حسب الحال فالذي في أصل النبع يبقى طهور والذي جرى من النبع حتى اختلط بالنجس وأصبح نجسا هذا أيضا أخذ حكم النجاسة أخذ حكم النجاسة طيب ممكن مثال الآن نضربه ما يحصل عند الناس الآن في البيوت الآن أكرمكم الله فيما يسمى الصرف الصحي الصرف الصحي هذا يجتمع في بركة أو في ما يسمى بيارة أو يسمى خزان فيختلط فيه الماء الطاهر بالماء النجس أو الأشياء الطاهرة بالأشياء النجسة في الغالب أن النجاسة تغلب ولذلك ينتبه من هذا فلا يجوز استعماله طبعا ولا اللجوء إليه طبعا هذا ما يتعلق برفع الأحداث رفع الأحداث أما في مسألة السقي وغير ذلك هذا لأهل العلم كلام لو سقيت الأشجار بماء النجس هل تنجس الثمر أم لا قولان والراجع بأنها لا تنجس طيب عندنا بركتان بركة طاهرة وبركة نجسة بينهما جدول لا يؤثر عليهم لا يؤثر عليهم فهذه الجدول الآن الذي بين خلينا نقول بركتان طاهرة بركة ما هنا وبركة ما هنا وهما طاهرتان وبينهما جدول نجس فصل بينهما بحيث أنه لا يلتقي لا مع هذه ولا مع هذه فإن لكل حالة حكمه بمعنى يبقى الطهور طهور والطاهر طاهر والنجس هذا ما دام أنه لم يلتقي بهذا الماء فإنه يبقى نجسا ولا ينجس الماء الذي مر من بينه إذن هو ماء مستقل له حكمه ماء مستقل له حكمه عندنا كلية أخرى أيضا كل طهارة حدث لا تجوز بغير الماء والتراب في التيمم كل طهارة حدث لا تجوز بغير الماء والتراب في التيمم إذن عندنا طهارة حدث وطهارة ما نجس الحديث على طهارة الحدث أعيد وكرر ما هو الحدث وصف قائم في البدن يمنع المكلف من استباحة العبادة التي من شرطها الطهارة طيب إذا لم إذا لا يوجد عند الإنسان ماء لكن عنده مثلا خل أو عنده مثلا لبن أو عنده مثلا زعفران هل يتطهر به أم ينتقل إلى التراب لا ينتقل إلى التراب لماذا لأن طهارة الحدث لا تكون إلا بالماء والتراب فإن لم تجدوا ماء فتيمم فإن لم تجدوا ماء فتيمم وهناك قول طبعا في بعض المذاهب الفقية على أنه ممكن الوضوء بالنبيذ ولهم كلام في هذا ويستدللون بحديث ابن مسعود في مسألة الوضوء النبي صلى الله عليه وسلم بالنبيذ وكلام طويل حول هذه المسألة لا أريد أن أخذ فيها وهي مسألة ضعيفة والمقصود بأن الطهارة من الحدث لا بد أن تكون بالماء فإذا فقد الماء أو عجز المكلف عن استعماله ينتقل إلى التراب ينتقل إلى التراب ولذلك أي ماء حتى ولو كان طاهرا لا يجوز التطهر به والذي أنه لا يرفع الحدث لا يرفع الحدث عندي كلية هنا أن كل ما طهور سخنا بنجس فإنه طهور ولكن يكره استعماله هذا على قاعدة المذهب وأعتقد بأنني أشرت إلى هذه الكلية في مجلس سابق لا أذكر الماضي أو الذي قبله حينما ذكرنا بأن المكروه إذا تعين استعماله فإنه لا يبقى مكروها لأن الواجب لا يمكن أن يكون مكروه ما دي تذكرون وضربت مثال بالماء الذي سخن بنجاسة يعني مثلا ماء سخن بروث نجس طبعا يكرهون الحنابة ليكرهون التطهر بهذا الماء لماذا خشية أن يتطاير شيء من النجاسة إلى هذا الماء ومع أن الراجح عدم الكراهية هذا هو الراجح لكن هنا ذكرنا هذه الكلية كل ماء انطهور سخن بنجس يبقى طهور لكن يكره كراهة يكره كراهة ولذلك قد يكون بعض الناس يعني خاصة ليحتاجون إلى تسخين الماء ما عنده إلا إلا الروث النجسة كرامكم الله فيعني يوقد عليه يوقد عليه نقول يجوز يصح والراجح حتى من دون كراهة كذلك الحطب النجس أحيانا قد يكون هناك حطب قد تنجس مثلا فيعني يوقدون عليه يوقد بهذا الحطب لأجل تسخين الماء والراجح بأنه ماذا بأنه يبقى الماء طهورا وأيضا هذا بالإجمع وأيضا يكره وأيضا الكراهة الراجح بأنه لا كراه الراجح بأنه لا كراه عندنا كلية أيضا كل ما سخن بطاهر فلا يؤثر في سلب طهورية الماء كل ما سخن بطاهر هذا لا يؤثر في الماء الطهور مثلا الحطب غير النجس الأصل أن الحطب طاهر الأوراق مثلا الكراتين والأوراق هذه هذه الأصل أنها طاهرة لو سخن بها الماء طاهر عندنا الآن التطهير بالأشياء الكهربائية يسمونه هيتر أو شيء من هذا القبيل طاهر يبقى طاهر ما يسرع بالطهورية الماء كذلك التطهير بالغاز هذا كله أيضا مما يبقي الطهورية على الماء ولا يسلب الطهورية طيب عندنا كل ماء طهور كثير خلط معه ماء مستعمل لم يؤثر فيه بخلاف القليل فيؤثر فيه وهذه أيضا أرجعكم فيها إلى ضابط المذهب في مسألة القلتين في مسألة القلتين كل ماء طهور كثير خلط معه مستعمل يسير لم يؤثر فيه وكل ماء قليل كل ماء قليل خلط معه كل ماء قليل طهور خلط معه ماء كثير مستعمل فإنه يسلب الطهورية هذه قاعدة مذهبية بالمناسبة واضح أو لا أفصل أكثر حلنا أفصل أكثر كل ماء عندنا القسمة الثلاثية أرجع نحن الآن نتفقى هنا نتعلم ونستنبط ليس بالضرورة أن نرجح كل ماء طهور كثير كثير كم يعني قلتين فأكثر خزان كبير عندي فخلط به ماء قليل مستعمل قليل مستعمل طيب خلونا نضرب مثال واقعي أكثر واقعية عندي قدر قدر كبير فيه ماء طهور وهذا الماء الطهور أريد أن أستعمله في في الاغتسان فأضفت إليه ماء مستعمل سابق استعملته في وضوء استعملته في تجديد وضوء مثلا فإن هذا الماء الكثير يبقى طهورا ولا يسلبه هذا الماء المستعمل الطهورية إلى الطاهرية لا يبقى طهورا في المقابل كل ماء طهور وكان يسيرا وخلط بماء كثير مستعمل سلب الطهورية وانتقل إلى الطاهرية هذه قاعدة المذهب والراجح ما هو وعني أنا ما ودي أدخل فيه الترجيح وكذا راجح بأنه عندنا الماء على قسمه طهور و و و ونجس وما وقلنا بأن الماء المستعمل هذا لا يسلب الماء طهورية الآن الآن مثلا بعض الناس الآن يتوضع من قدر وإناء وربما يتناثر في الماء من الماء المستعمل من أعضاء الوضوء يبقى الماء طهور ولله الحمد ويستعمله لكن يقول مثل العلماء المستعمل في رفع حدث أكبر أو أصغر الآن مثلا عندنا ماء مستعمل في حدث أصغر أو أكبر إذا كان هذا الماء المستعمل في حدث أكبر أو أصغر يسير وخلط بماء طهور كثير يبقى الماء الطهور طهور طيب إذا كان الماء المستعمل كثير والماء الطهور قليل وخلط بماء الطهور تغير من الطهورية إلى الطاهرية كذلك قال المستعمل في إزالة نجاسة من آخر غسلة زالت النجاسة بها آخر غسلة زالت النجاسة بها وهذه مسألة اعتقدة اللي حضر دروس الفقه يذكرها وهي أن آخر غسلة انفصلت عن النجاسة التي زالت بها النجاسة يكون هذا الماء يحكمون عليه بأنه ماء طاهر وبعضهم يقول بأنه طهور أيضا ما غسل به الميت هذا الماء المستعمل طيب هل الآن الماء الذي استعمل في غسل الميت أصبح نجسا أو انتقل إلى الطاهرية أو يبقى طهور هذه فيها أقوال القول بأنه نجس قول ضعيف جدا قول ضعيف جدا يبقى الكلام يدور بين الطاهرية والطهورية ونأتي الآن نخرجها على هذه الكلية التي ذكرناها وأيضا يمكن تذكرون مسألة الماء الذي غمست به يد قائم من النوم نوم الليل وبعض العلماء يقول حتى لو كان نوم النهار عندنا قاعدة مهمة هي تأتي ضمن هذا السياق كل ماء طاهر أو طهور غير مطهر يدفع النجاس عن نفسه على قاعدة المذهب إذا بلغ قلتين لحديث القلتين اللي دائما نردده في هذه الدورة وبعض العلماء قالوا بأنه ينجس كل ماء طاهر كل ماء طاهر أو طهور أو طهور غير مطهر يدفع النجاسة عن نفسه يدفع النجاسة عن نفسه إذا بلغ قلتين إذا بلغ قلتين كل ماء طاهر غير مطهر أو طهور الأصل أنه يدفع النجاسة عن نفسه إذا بلغ قلتين وهذا سبق أنني ذكرته وضربت عليه الأمثلة في كلية مهمة كل ما يمنع كمال الإسباع فهو مكروه طبعا تعرفون بأن السنة في الوضوء أن يسبق المتوضع أن يأتي المتوضع بالإسباع وهو الإتمام والإكمال للإخلال ولذلك في الحديث قال إسباغ الوضوء على المكالة والمعنى أن يأتي بالوضوء كاملا أما إذا أخلى بالوضوء لا يعني بعض الناس يفهم الإسباغ هو أن يأتي بما يمكن أن يأتي به حتى لو حصل مثلا إخلال بالعضو يعني مثلا يغسل يديه إلى مثلا إلى الذراع هنا يقول صعب يرفع الكم لا هذا وضوءه باطل المقصود بالإسباغ الإكمال والإتمام هذا هو المعنى على المكال في البرد الشديد أو في الحرق الشديد في كلية مهمة يقول كل ما يمنع كمال الإسباغ فهو مكروه وهذه كلية مهمة وصحيحة كل ما يمنع كمال الإسباغ فهو مكروه أتمنى أن يكون تكونون عندي وأكون عندكم حتى نسألكم يعني مثلا كما جرت العادة نستمطعكم مثل إيش أعتقد بأن الجميع الآن يعني ينقدع في ذهن أمثلة كثيرة يقولون الماء الحار حرارة شديدة هذا يمنع الإسباغ هذا صحيح نحن نجرب أحيانا لما يصير مثلا في فترة الصيف لما ناتي نتوضى أحيانا صعب الماء استعماله فيمنع الإسباغ يمنع الإسباغ ولذلك تتركه حتى يبرد لا تستعمل الماء الحار حرارة شديدة الذي يمنع الإسباغ أما إذا كان ما يمنع الإسباغ قلنا الأصل إيش الجواز كذلك الماء البارد بردا شديدا أيضا يمنع الإسباغ فتتركه أو تسخنه مثلا بالقدر الذي تستطيع أن تستعمله بإسباغ أيضا الأشياء التي يضعها الإنسان على بدنه من الكريمات أو الدهونات مثلا التي تمنع الإسباغ عندنا بالمناسبة ما يستعمله الناس مثلا من المراهم أو الكريمات أو شيء من هذا القبيل على نوعين نوع يحول بين الماء والبشرة يمنع وصول الماء إلى البشرة هذا لا يصح الوضوء مع وجوده مثل طلاء الأظافر مثل الأصباغ هذه الزيتية التي لا تذهب بالماء وإنما تحتاج إلى دلك وتحتاج إلى إزالة واستعمال مواد أخرى هذا لا يصح الوضوء بوجوده لا يصح الوضوء بوجوده إلا ما استثناه العلماء إذا كان نقط يسيرة وشقة على المتوضع يعني إزالتها عندنا نوع من الأنواع لا هو يتشرب في البشرة في الجلد تشرب في الجلد ويعرفون الناس هذا الشيء لكن هذا ما يمنع هذا يؤثر على الإسباغ هو ما يمنع الوضوء لكن يؤثر على الإسباغ الإتمام والإكمان فهنا يكرهون مثل هذا النوع من الأدهان والكريمات مش كراها في الاستعمال كراها قبل الوضوء تنبهوا لها يعني المقصود أنه لا تتوضأ وهي عليك إلا بعد أن تزيلها حتى تسبغ الوضوء ولو توضأت وهي عليك وهي لا تمنع وصول الماء إلى البشرة فالوضوء صحيح لكن يكره العلماء ذلك عندي قاعدة هنا كل برد عفوا كل ثلج أو برد وما ذاب منه فهو طهور لكن لا يجزع الثلج والبرد في الغسل إلا بالجريان على العضو أعتقد هذه ذكرناها في مجلس سابق أيضا قلنا بأن المائع إذا كثف وغلظة إذا كثف الماء الماء إذا أصبح كثيفا أو يابسا أو جامدا لا يجوز استعماله في الطهارة لماذا؟ لأن من شرط الماء أن يكون له خاصية السيلان الأصلية لكن عندنا الآن الثلج والبرد وما ذاب منه فهو طهور فهو طهور لذلك الأصل في البرد أنه طهور يجوز أكله يجوز استعماله في الطبخ يجوز استعماله في الطهارة متى؟ إذا أذبناه أما أني أنا الآن آتي ببرد أو ثلج وأتوضأ به ما يصرح هذا لماذا؟ لأن خاصية الماء التي هي السيلان مفقودة هنا فإذا أذبت هذا الثلج جاز استعماله إذا فعلا رجعت له خاصية السيلان على أعضاء الوضوء طيب بالنسبة للثلج الصناعي هل له حكم الثلج الطبيعي؟ الجواب نعم الجواب نعم طيب كل عندي كلية هنا مهمة كل ما طهور في استعماله الضرر فهو في حكم العدم كل ما طهور إذا استعمله المكلف سبب له الضرر فهو في حكم العدم هذه القاعدة مهمة تدخل ضمن القاعدة هذه كلية مهمة تدخل ضمن القاعدة الكلية الكبرى المشقة تجربة التيسير وأيضا لا ضرر ولا ضرار فالله جل وعلا يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيم يقول جل وعلا ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة قل جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم وما جعل عليكم في الدين من حرج النبي عليه الصلاة يقول لا ضرر ولا ضرار طيب إذن كل ماء طهور إذا استعمله الإنسان تسبب له ضرر يكون في حكم العدم نضرب على هذا أمثلة الأمثلة هذه إما أن تكون في ذات الماء أو أن تكون في ذات المكلف يعني الأمر إما أن يكون سببه الماء ذاته وإما أن يكون الأمر راجع إلى المكلف مثلا شخص لديه ماطه لكن إذا استعمله تضرر هلك أو يمرض مثلا هذا يوجد يعني مثلا شخص أجر عملية امرأة مثلا أجرت عملية شخص مثلا منعه الأطبة من استعمال الماء عملية في العين عملية في الأنف مثلا أصبح الماء في حكم المعدون لكن عندنا تفصيل هل الذي يستطيع أن يستعمل الماء في بعض الأعضاء دون بعض ينتقل إلى التيمم أم يستعمل البعض على قاعدة الميسور لا يسقط بالمعسور يعني مثلا الآن يقول لك شخص مثلا أنا أجريت عملية في الجوب الأنفية والطبيب منعني من الاستنشاق من الاستنشاق مدة معينة هل أتوضأ أم أتيمم نقول لا أتوضأ لكن أترك الاستنشاق لماذا؟ لأن حكم الاستنشاق عند العلماء يدور بين الوجوب وبين السنية ما فيها إجماء يدور بين الوجوب وبين السنية ولذلك في مثل هذه الحالات مثل هذه الحالات لا يترك المكلف الوضوء كامنا لأجل مسألة محل خلف ولذلك نقول التوضأ وترك الاستنشاق طيب إذا كانت كان الألم في الرأس مثلا أو في الوجه أو في العينين قالوا لها الماء لا يصل إلى وجهك كاملا فهل ينتقل إلى التيمم أم يرسل بقية الأعضاء على قاعدة الميسور لا يسقط الميسور ثلاث أقوال عندنا في المسألة أنا ما ودي والله أدخل في مساء الخلاف لكن طيب أننا نذكر هذه الأشياء من العلماء من قال يسقط عنه لا تسقط عنه الطهارة بالماء ينتقل إلى التيمم من أهل العلم من قال لا تسقط عنه بقية الأعضاء إلا هذا العضو الذي ما استطاع أن يأتي أن يغسله بالماء لوجود الضرر وقالوا على قاعدة الميسور لا يسقط بالمعسور قالوا يكتفي بها من أهل العلم من ذهب إلى أنه نعم يأتي بما يستطيع من غسل الأعضاء والعضو الذي لا يستطيع غسله يتيمم عنه يتيمم عنه وهذه أيضا سبق أننا ذكرناها فيما يتعلق بالجمع بين التيمم والطهارة بالماء أعتقد تذكرونها فيما سبق تراجعونها بارك الله فيكم كذلك البرد الشديد إذا خشي الإنسان أنه اغتسل أنه يهلك أو يمرض أو يتضاعف عنده مرض موجود بحيث يكبر وربما يصير مضاعفات تهدد حياة فالماء الطهور الذي عنده أصبح في حكم العدم فينتقل إلى التيمم وقصة عمر بن العاص في غزوة ذات السلاسل أعتقد كونكم طلبة علم تذكرون هذه المسألة ولا تخفى على أمثالكم طيب أيضا من المسائل التي يذكرها العلماء في أن الماء الطهور إذا كان في استعماله الضرر يكون في حكم المعدوم قال كل طاهر لقى محلا طاهرا عفواً قالوا بأن الماء الطهور قالوا بأن الماء الطهور هذا إذا اختلط بماء طاهر ولم يتميز وكان الطاهر أكثر من الطهور قالوا أصبح الآن في حكم العدم الماء الطهور في حكم عدم الماء الطهور وينتقل إلى التيمم على قاعدة المذهب طبعا يقول يستعمل ويتيمم وأيضا أرجعكم إلى القاعدة السابقة التي ذكرناها في مسألة الجمع بين التيمم وبين الماء عندنا قاعدة الآن وهي قاعدة كل نجاسة معنوية فلا تنجس الماء ولا غيره من المائعات إذن عندنا النجاسة على نوعين نجاسة حسية ونجاسة معنوية النجاسة الحسية معروفة النجاسة المعنوية هي الحدث هي الحدث أنه ما يمكن أن يقال هناك نجاسة معنوية وأنه من مقصود الحدث الحدث ما هو وصف قائم في البدن يمنع المكلف من استفاحة العبادة التي من شرطها الطهارة ولذلك النجاسة المعنوية ليست نجاسة حسية بحيث أن من لابسها أو لمسها أو اختلط بها أنه ينجس وعلى هذا فروع ولذلك شيخ الإسلام رحمة الله عليه يقول عبارة جميلة تختصر لنا هذه القاعدة وهي ليس كل طهارة ضدها النجاسة كلام جميل ليس كل طهارة ضدها النجاسة طيب عندنا مثلا الله عز وجل قال إنما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا طيب ما هي النجاسة هنا جماهير أهل العلم بل حكية الإجماع على هذا على أن النجاسة ماذا معنوية وليست نجاسة حسية على خلاف قول ابن حزم الظاهري طيب الآن لو أن شخص متوضع وصافح إنسان غير مسلم هل تنجس؟ الجواب لا لماذا؟ لأن النجاسة معنوية وليست حسية يعني حدث حدث عقيدة هذا المعنى كذلك الحائض والنفس النجاسة عندها أيش معنوية؟ يعني حدث فبدن الحائض طاهر بدن نفس طاهر فلو أنه متطاهر لامس حائضا أو نفسا فإنه لا ينتقض وضعه لا يتنجس وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا ربما كما تقول عائشة تنام معه وهو وهي حائض ويخالطها النبي عليه الصلاة والسلام ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام ما يعتزل نساءه في فترة الحيض وإنما كان يعاشرهن المعاشرة الطبيعية إلا مسألة الجمع لأن الله تعالى قال ويسألونك عن المحيض يقول هو أذن فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطرنا فإذا تطهرن فأتهن من حيث أمركم الله واضح؟ ولذلك المرأة الحائض الآن تطبخ وتعمل وتكنوس ويعاشرها زوجة في غير الجمع كل هذا يدل على أن الحدث معنوي وليس الحدث مادي حسي كذلك لو أن شخصاً حمل شخصاً عليه حدث فما حكم صلاته صحيح الآن ما نحمل الأطفال نحن في الصلاة أحياناً نحملوا في الطواف أيضاً نحمل الأطفال والطفل في الغالب أنه غير متطحر وإن كان الكلام لا يوجه إليه يكون غير مكلف ولا مخاطب لكن لو أن شخص متطهر حمل آخر على ظهره وهو مصلي أراد أن يصلي وهذا المحمول على ظهره مثلاً أو المحمول على ظهره في الطواف نقول بأن الطواف صحيح والصلاة والصلاة صحيح فإلا أن من حمل محدثاً والتعبير تعبير الكلية متنجساً نجاسة معنوية فإن الحامل لا يتنجس بهذا وعبادته الصحيحة ولله الحمد والمن وعلى هذا يجري مسألة سؤر الكافر مثلاً الآن يجوز للمسلم أن يتزوج كتابية كتابية فعرقها طاهر سؤرها أيضاً طاهر هذا كله هذه قاعدة كلها مهمة في كلية مهمة أيضاً كل محدث فليس بطاهر شرعاً كل محدث فليس بطاهر شرعاً لاحظ شرعاً قلنا القيد هذا مهم جداً هذا طبعاً من فروع المسألة مثلاً مسألة مس المصحف هذا قول جميل أهل العلم المحدث حدث الحدث غير النجاسة من الناحية الناحية المادية الدنيوية هو طاهر وليس بنجس يعني لمسه شرب فضلته عرقه كل هذا طاهر مثل ما ذكرنا قبل قليل لكن من الناحية الشرعية لا نقول كل محدث فليس بطاهر شرعاً طيب أي طهارة ليست الطهارة التي في مقابل النجاسة مثل ما قال أبو العباس رحمة الله عليه مثل ما قال أبو العباس حينما ذكر عبارة ليس كل طهارة ضدها النجاسة تنبه لها ولذلك لما يعتصم طالب العلم بهذه الكلية يستطيع تخريجها فإذا جاءه الشخص قال والله أنا محدث ممكن أمسك المصحف يقول له لا لماذا لأنه ليس كل ليس لأن كل محدث ليس بطاهر شرعاً كذلك لو حلف رجل مثلاً قال حلف بالله العظيم ما يدخل هذا البيت إلا طاهر ما يدخل هذا البيت إلا طاهر طيب إذا دخله وهو غير متوضع يحنث أم لا قالوا يحنث قالوا يحنث لماذا لأن المحدث ليس بطاهر شرعاً وهو حلف الآن ليس بطاهر شرعاً نعم في عندنا يعني قواعد كثيرة حول مسألة المياه مثلاً عندنا وحقيقة ضربنا عليها أمثلة كثيرة كل ماء مستعمل يسير وقع في طهور لا يسربه الطهوري ويعفى عنه لمشقة التحرز حتى قبل قليل وذكرنا كلام العلماء منهم من يجعل المناط الكثرة ومنهم من يجعل المناط القلة ولكن نحن حقيقة كقاعدة أثرية هذه كلها غير معتبرة عندنا الماء الطاهر على تفسيرات جمهور الفقه اللي استعمل في أو غمست به يد قائم من نوم ليل أو استعمل في طهارة مثلاً فإن هذا كله طهور ولله الحمد والمن طيب عندنا بالنسبة لموضوع الآنية كل إناء طاهر يجوز يجوز اتخاذه واستعماله ولو كان ثميناً إلا الذهب والفضة والمموه بهما والمموه بهما كل إناء طاهر كل إناء طاهر يجوز اتخاذه اتخاذه اتخاذ غير الاستعمال الاتخاذ غير الاستعمال معروف ولو كان ثميناً عندنا آنية آنية ثمينة جداً يجوز استعماله ويجوز اتخاذه إلا آنية الذهب والفضة والمموه بهما لماذا؟ إلى النص لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة وبين الوعيد الشديد في ذلك وأن من شرب في آنية الذهب والفضة فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم قد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن لهم في الدنيا ولنا في الآخرة ولنا في الآخرة إذن يجوز اتخاذ واستعمال جميع الآنية حتى لو كان الثمينة وغالية إلا آنية الذهب والفضة والمموه والمموه بهما هذه كلية مهمة كل إناء طاهر يجوز اتخاذه واستعماله ولو كان ثميناً إذن كل إناء طاهر يخرج ماذا؟ النجس يخرج النجس فالآن النجس لا يجوز اتخاذها ولا يجوز استعمالها عندنا كلية مهمة أيضاً كل ما كان طاهراً في حال الحياة يطهر جلده بالدباغ بعد الموت على الصحيح يطهر جلده بالدباغ بعد الموت على الصحيح تعرفون هذه مسألة الكلام فيها طويل فيما يتعلق بمسألة طهارة الجلود طهارة الجلود بالإجماع أن جلد ما يؤكل لحمه إذا ذكي ذكاة شرعية ودبغة فإنه يطهر اختلف العلماء في دباغ جلد الميتة فإذا ماتت شات مثلاً حتفة أن فيها ليس بذكاء فهل يطهر جلدها بالدباغ؟ قولاً الجمهور على أنه يطهر والحنابي على أنه لا يطهر كما هو مشهور المذهب والراجع بأنه يطهر الراجع بأنه يطهر كما في حديث ميمونة والنبي عليه الصلاة والسلام قال أيما إهاب دبغة فقد طهر هذه مسألة المسألة الثانية هل كل جلد دبغة يطهر؟ أيضاً فيها خلاف من أهل العلم قالوا نعم كل جلد دبغة سواء كان من حيوان مأكل في حال الحياة أو غير مأكل سواء كان مات بذكاء أو حتف أنفه فإنه يكون طاهراً إذا دبغ بعد الدبغ يعني لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أيما إهاب دبغة فقد طهر أيما إهاب والجلد قبل الدبغ دبغة فقد طهر أيما إهاب دبغة وقالوا بأن هذا عام وأيضاً النبي عليه الصلاة والسلام في حديث شات ميمونة لما رأاها تجربة قد ماتت قال هل لن تفعتم بإهابها؟ قالوا إنها ميتة قال إنما حرم أكلها القول الثاني قالوا بأن بأن كل حيوان طاهر في حال الحياة لا طاهر في حال الحياة يطهر جلده بالدباغ بعد الموت يطهر جلده بالدباغ بعد الموت طيب الطاهر في الحياة هل يلزم منه حل أكله؟ الجواب لا الجواب لا لأن هناك حيوانات طاهرة في الحياة لكن ما يجوز أكل لحمها مثل الحمار الحمار طاهر لكن ما يجوز أكل لحم الحمار الأهلي الهرة طاهرة لكن ما يجوز أكل لحم الهرة لحظتم الفرق؟ فهل الجلد يطهر؟ قالوا نعم هكذا قال كثير من أهل العلم قالوا ما دام أنه طاهد في الحياة فإنه يطهر جلده بالدباغ بعد الوفاء من أهل العلم قصر ذلك على ما يجوز أكله عندنا كلية أخرى كل صوف أو شعر أو ريش فإنه تابع لأصله في الطهارة والنجاسة كل صوف صوف معروف أو شعر أو ريش فإنه تابع لأصله في الطهارة والنجاسة قاعدة أن التابع تابع وأن التابع لا يستقل به بالحكم عموما قالوا بأنه يتبع أصله يتبع أصله من حيث الطهارة أو النجاسة فإذا كان هذا الريش أو الصوف أو الشعر انفصل عن طاهر فهو طاهر وإذا كان انفصل عن نجس فهو نجس طيب عندنا قاعدة كل طهارة طهارة تبرد أو طهارة غير مشروعة فلا تؤثر في جعل الماء مستعملا ولا تسلبه الطهورية وما تساقط منها طهور بلا نزاع هذا قاعدة أيضا مذهبية وهي قاعدة صحيحة أثرية كل طهارة تبرد لأن العلماء هم يتكلمون على مسألة الماء المستعمل في طهارة اللي يقولون هذا الماء الطهور المستعمل في طهارة قالوا بأنه ماء مستعمل انتقل من الطاهرية إلى الطهورية من الطاهرية إلى الطهورية طيب عندنا هنا طهارة تبرد يعني غسل تبرد أو وضوء تبرد لم ينوي به رفع الحدث أو مثل ما يقولون إنسان يقتسل اقتسال تبرد اقتسال تنظف هذا الغسل لا يجعل الماء المستعمل مسلوب الطهورية وإنما يبقى طهورا يبقى طهورا وهذا حقيقة وإن كنا ذكرنا بأن الراجح حتى لو استعمل في عبادة يعني مثل وضوء أو غسل فإنه يبقى يبقى طهور يبقى طهور طيب ذكر العلماء مجموعة من الفروع تحت هذه الكلية بالنسبة للطفل أو الغلام غير المميز الذي لا يخاطب بالصلاة يعني قالوا حدوه بسبع سنوات إذا اقتسل مثلا إذا اقتسل فإن غسله هذا لا يسمى غسل عبادة حتى لو كان اقتسل الجمعة مثلا قالوا بأن الماء الذي انفصل عن بدنه يبقى طهور يستعمل في رفع الحدث يستعمل في رفع الحدث طبعا نحن الآن على القاعدة المذهبية وهي أثرية ولله الحمد أنا لا أتكلم على ما ذكرت الراجح هو راجح أيضا ولله الحمد هو القول الراجح لكن أذكر الفروع الفقهية التي ذكرها العلماء أيضا كل من فصل عن غسلة زائدة في العدد المعتمر تعرفون بأن الوضوء الآن الوجه يغسل ثلاث مرات واليدين ثلاث مرات والقدمين ثلاث مرات طيب افترض الآن في وضوء شرعي على قاعدة المذهب أن الماء المستعمة المنفصل من طهارة شرعية يكون إيش؟ ها؟ يكون طاهر وليس بطهور هذا على قاعدة المذهب على قاعدة المذهب طيب إذا غسل غسلة رابعة هذا الغسلة غير شرعية هذه زائدة ولذلك قالوا بأن هذه الغسلة لو مثلا بقيت في إناء ولا تناثرت في إناء فإنه لا تسلب الإناء الطهورية أو هذه الغسلة تبقى طهور تبقى يبقى ماء طهور ولا يسلب فينتقل إلى كونه إلى أن يكون طاهر من الأمثلة التي يضربونها يقولون لو أن المتوضع غسل رأسه ولم يمسحه قالوا بأن هذا الماء يبقى طهور لأن الأصل في الرأس ما هو المسح وليس الغسل المسح وليس الغسل أيضا مثلا المرأة الذنية عند تحت رجل مسلم لو اغتسلت قالوا بأن الماء يبقى طهور لماذا؟ قالوا لأن هذا الغسل لا يكون غسلا شرعية هذا طبعا على ما يذكره الفقهة من مسائل الفروع حول هذه المسانة طيب عندنا كلية كل ما تغير بطول مكثن أو تغير بنفسه فلا يسلب الطهورية وهذا اعتقد شرنا إليها باختصار يعني مثل الماء ماء البراك وماء الخزانات الذي يتغير بمقره ومحله لا بشيء يطرأ فيه هذا كله يبقى يبقى طهور بذلك بعض الماء يتغير بطول المكث يصبح فيه شيء أخضر مثلا من الطحالب والنباتات أيضا تنبت فيه شيء من هذا من هذا القبيل طيب عندنا كلية أيضا كل ماء مستعمل بنانية فلا أثر لاستعماله وهذا ندخلها في الكلية السابقة فيما يتعلق بالماء الذي يستعمل في العادات لا في العبادات والمسألة عموما هي واحدة عندنا كلية من الكليات أحيانا حقيقة بعض الكليات متشابهة ولذلك أحاول قدر المستطاع أنني أضرب صفحة حتى يعني ما نطيل في مثل هذه الحالة عندنا مثلا كل أمر اشتبه فيه مباح بمحرم فلا يجوز التحري هذا على الصيح من المذهب ما لم يزد يزد عدد المشتبة زيادة كبيرة عن العادة ومن أهل العلم الذهب إلى أن التحري باق التحري باق مثال يعني يضربون أمثل على هذه الكلية إذا اشتبه اشتبه ماء مباح بماء محرم ماء محرم مثل عيش الماء المحرم المغصوب المغصوب قالوا بأن في هذه الحالة لا يتحرر وإنما ينتقل إلى التيمون هذا على قاعدة المذهب والصحيح ماذا قلنا بأنه يتحرر فإن لم يتبين له يتوضى ولا شيء يعني يتوضى ولا شيء يعني أنا حاول قدر المستطاع أنني ما أدخل في مسألة الترجيح لأننا نحن الآن في مساء نتدرب على الكليات نحاول أن نثير نثير المسائل إذا اشتبه أيضا طهور بنجس القاعدة أيضا يحرم ماذا استعمال المائي استعمال المائي والصواب قلنا ماذا يتحر يتحر والتحري هو الاجتهاد والنظر والتأمل في الوصول إلى الماء الطهور من الماء النجس طيب اشتباه الثياب الطاهرة أيضا بالمحرمة وليست النجسة بالمحرمة على المذهب بأنه لا يتحر ويصلي عفوا المحرمة النجسة يعني إذا اشتبه الثياب طاهرة بمحرمة يعني بنجسة أو محرمة يعني عندنا ليس كل محرم نجس وكل نجس محرم ذكرناها مثال ايش المحرم اللي لا يكون نجس المغصوب الثوب المغصوب الثوب الحرير مثلا الثوب الحرير هذا محرم وليس نجس يعني لو لمس الواحد ثوب الحرير ما تنجس بالنسبة للرجل طبعا فالمقصود إذا اشتبه ثياب طاهرة بمحرمة أو نجسة قاعدة المذهب التي سبق أن أشرنا إليه ماذا يقولون قالوا يقولون يصلي بعدد المحرم أو النجس ويزيد صلاة فإن لم يعلم العدد صلى حتى يتيق صلى حتى يتيق إذا نشتبه الثياب طاهرة بثياب محرمة أو نجسة قالوا هنا لا يتحرم يصلي بعدد النجس بعدد النجس أو بعدد المحرم ويقول والله أنا عندي عندي عشر ثياب لكن يقول أنا عندي أربع ثياب حرير لكن ما عرفت الآن أي هم الحرير إما لطول المدة أو لتغير اللون أو لكثرة الغسل نقول له صلي إيش بعدد المحرم كم المحرم عنده أربع صلى أربع صلوات ثم يزيد صلاة بثوب آخر أو عنده مثلا عشر ثياب وفيها خمسة نجسة وما يدري قالوا يصلي بعدد النجس كم يصلي خمس مرات ثم بعد ذلك يبدأ ب ماذا بصلاة يبدأ بصلاة هذا على قاعدة المذهب والراجح ما هو الراجح بأنه يتحرى والتحرية والاجتهاد والنظر قد رجح هذا أبو العباس وغيره من أهل العلم أيضا الاشتباه بالأماكن اشتبهت أماكن مثلا وكانت ضيقة قالوا بأنه لا يتحر وأنه يصلي بعدد الأمكن هو يقول مثلا هذه الغرفة في أكثر من مكان نجس وأنا ما أدري اعتقد في ثلاث أماكن تبول مثلا عليها الطفل ولا شيء ممن يأكل مثلا فيقال له صلي هنا في المكان الذي شكك فيه وهنا 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 على حسب الأماكن الضيقة التي شك فيها ويزيد ويزيد صلاة ولا يتحرى والراجح ماذا أنه يتحرى هذا هو الراجح حتى هذه الكلية يمكن أن نجعلها قاعدة وليست ضابط حينما ندخلها في باب الذكاء وفي باب النكاح مثلا إذا اشتبهت أخته بأجنبيات مثلا قالوا لا يتحرى قالوا لا يتحرى وهذه المسألة تعرفون بأن أهل العلم يذكرون يفرقون بين المصر الكبير والبلد الصغير قالوا إن اشتبهت محرمة عليه بأجنبيات والبلد الصغير فإنه لا يتزوج من هذا البلد وأما إذا كان في مصر كبير قالوا يتزوج للضرورة أيضا إذا اشتبهت ميتة بمذكاه ميتة بمذكاه قالوا بأنه يتبين قالوا بأنه يكف عنها ولا يتحرى ولا يتحرى والصواب التحر والاجتهاد أعتقد بأننا أخذنا قدر لا بأس به ولله الحمد من الكليات يبقى المجلس القادم بإذن الله جل وعلا نختم فيه الكليات يعني في أبواب الطهارة ولعلنا إن شاء الله أيضا يعني يحصل مراجعة وضبط لبعض الكليات من خلال المجالس السابقة سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك